الذي يخلص عندنا من الجولة المتقدمة في آيات الكتاب الكريم حديث عن وجه الله وحديث عن وجوهنا وجه الله الجهة التي نتوجه إليها أما وجوهنا فإما أن تكون مكبوبة فذلك هو الضلال حينما نعرض عن وجه الله وإما أن تكون في حالة إقامة نقيم وجوهنا في حالة إسلام نسلم وجوهنا لوجهه وذلك هو الإخلاص وتلك هي العبادة وهذا هو التوجه الذي يشكل روح العبادة فالعبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكامها مع أحكام تلك الطقوس نظام الكون هكذا سبحانه وتعالى خلقنا عبر الأسباب خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة عبر سلاسل العللي وسلاسل الفيضي وعبر سلاسل المراتب والدرجات والمراقي المختلفة لكل الكائنات التي خلقها وكونها عبر الحقيقة المحمدية فما بيننا وبين الله أسباب وأسباب وأسباب والروايات تحدثنا وتخبرنا بلسان المقاربة من أنه فيما بيننا وبين الله سبعين ألف سبعين ألف من الحجب النورية ومن الحجب الظلمانية سبعون ألف حجاب نوري وقبل هذه السبعين ألف هناك سبعون ألف حجاب ظلماني فيما بين الله وبين خلقه وهذه التعابير على سبيل المقاربة بلسان المدارات بحدود المتلقي كي يستطيع أن يتصور المضمون بشكل إجمالي كما أفعله أنا وكما تفعلونه أنتم حينما نقرأ في الأحاديث وحينما نسمع كلامهم من أن الحجب التي فيما بين الله وبين عباده تصل إلى هذه الأعداد سبعون ألف حجاب ظلماني وبعدها سبعون ألف حجاب نوراني والقضية أعمق من هذا فنحن فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أسباب وأسباب ومر علينا في الروايات والأحاديث من أن محمدا صلى الله عليه وآله هو الحجاب الأعظم بتعبير دقيق واضح الحقيقة المحمدية حجاب فيما بين الخلق وبين الله فالحقيقة المحمدية هي الإسم الأعظم وهي الحجاب الأعظم هذه المضامين من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة إذا أردنا أن نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإذا أردنا أن نعود إلى منظومة أدعيتهم وزياراتهم والتي يشرح بعضها بعضا وإذا أردنا أن نعود إلى أحاديثهم ورواياتهم وأن نفهمها بحسب قواعد تفهيمهم كما بايعنا في بيعة الغدير هذه بديهيات في ثقافة العترة الطاهرة ما بيننا وبين الله أسباب وأسباب خلقنا وأوجدنا عبر الأسباب إنها أعداد هائلة من الأسباب وحينما خاطبنا خاطبنا عبر الأسباب تحدثنا الروايات من أن جبرائيل حينما يتحدث مع الأنبياء حينما يأتي إلى الأنبياء إلى المرسلين يأتي بنحو يستطيعون أن يتحملوا لقاءه فلربما يحدثهم بصوت يصل إلى مسامعهم من دون أن يروا صورة له طرق الوحي وهي كثيرة وجبرائيل يتنزل عليه ما يتنزل كما تحدثنا الروايات من طريق ميكائيل وميكائيل يتنزل عليه ما يتنزل من إسرافيل وإسرافيل يتنزل ما يتنزل عليه من اللوح واللوح يتنزل ما يتنزل عليه من القلم وهناك روايات تحدثنا عن سلاسل أخرى كل هذه المضامين هي بلسان التقريب هي وفقا لبيانات قانون المدارات بحسب المتلقي فإننا نخاطب عبر الأسباب وحتى حينما يوضع كتاب ربنا بين أيدينا فإن الكتاب يقول من أنكم لا تدركون تأويله الذي يعلم تأويله فقط الله والراسخون في العلم وحتى حينما نتعامل مع الراسخين في العلم هناك أسباب أسباب الله خلقنا عبر الأسباب وخاطبنا عبر الأسباب في سورة الشورى في الآية الحادية والخمسين بعد البسملة هناك قانون واضح وواضح جدا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وذكرت لكم نماذج مما جاء في أحاديثنا فيما يرتبط بسلاسل أسباب الواحي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب والحقيقة المحمدية هي الحجاب الأعظم أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم مصدر كل ذلك يرتبط بالحقيقة التي عنوانها علي حكيم إنه علي حكيم لن أذهب بكم بعيدا مباشرة سورة الزخرف بعد سورة الشورى في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة إن جعلناه قرآن عربية لماذا لعلكم تعقلون وهو في الحقيقة ماذا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وبحسب الأحاديث التأويلية وبحسب الأدعية والزيارات فالعلي الحكيم هنا هو علينا لا غير لا تقبلوا سقيفة بني ساعدة لا تقبلوا سقيفة بني نجف لا شأن لي بهم هذا قرآن علي وآل علي ونحن بايعنا علي وآل علي في الغدير أن نأخذ تفسير علي وآل علي فقا فماذا سنصنع لبيعتنا هذه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم من هناك يتنزل الوحي وما بعث نبي إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده أعود إلى قانون سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا هؤلاء الأنبياء يكلمهم عبر الوسائط ويكلمونه عبر الوسائط الأنبياء المرسلون فكيف نكلمه من دون وسائط ما هذا هو منطق القرآن هذه قوانين القرآن هذا واقع عالم التكوين خلقنا بالوسائط عبر الوسائط وخاطبنا عبر الوسائط هذا كتابه الذي بين أيدينا أنزله لنا كي نتدبر فيه لا نستطيع أن نتدبر فيه من دون الرجوع إلى الراسخين في العلم عقولنا التي هي عقولنا لم يعطنا المفتاح لتشغيلها بعث الأنبياء والرسل كي يثير دفائنها جعل المفاتيح بأيديهم من هنا يحدثنا زرارة عن إمامنا الباقري والرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته أكثر حديث رددته طيلة عمري هذا الحديث أكثر حديث رددته طيلة عمري قبل أربعين سنة وأنا أردد هذه الكلمات هذا الحديث هو أكثر حديث رددته على لساني في دروسي في مجالسي في برامجي ذروة الأمر باقر العلوم يقول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته ما العبادة يا ابن رسول الله السؤال يوجه للصادق صلوات الله وسلامه عليه حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه المضامين واحدة ألا لعنة ألا لعنة ألا لعنة وبيلة مستمرة دائمة دائبة على منهج حوزة النجف وعلى منهج مراجع النجف الذين حالوا فيما بيننا وبين هذه الثقافة الأصيلة حالوا بيننا وبين قرآننا وذهبوا بنا إلى قذارات سقيفة بن ساعد سود الله وجوههم سود الله وجوههم فالقانون واضح وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم الآية تعود بنا إلى سورة الزخرف أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا إمامنا الصادق بيّن لنا هذه الحقيقة وبشكل واضح أبو الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها هذا هو القانون الذي يجري عليه التكوين والتشريع المشروع الأعظم لله هو مشروع إمام زماننا المشروع المهدوي الذي هو فاتحة برنامج الخلافة الكبرى أتحدث عن عصر الرجعة العظيمة وعن الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة هناك هناك يتحقق برنامج الخلافة في الأرض هناك هناك على يد محمد صلى الله عليه وآله وأعوانه منهم علي وفاطمة والمعصومون من ولد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم هناك هناك يتحقق برنامج الخلافة الإلهية في الأرض البوابة إلى ذلك المشروع الأعظم مشروع إمام زماننا المخالفون يقولون من أن أمره سيصل إلى غايته من دون جهد من دون تعب ستتحقق الأمور من دون سعي وعمل من دون الحركة في الأسباب الطبيعية أئمتنا يرفضون هذا الأمر رفضا قاطعا إمامنا الباقر إمامنا الصادق والله لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق الأسباب وأرشدنا إلى معرفة قرآنه عبر الأسباب وفتح عقولنا عبر الأسباب جاءنا من أثار دفائنا عقولنا كل شيء يجري بسبب وكل هذا وهو القادر على كل شيء هو قادر على أن يتحقق كل ذلك من دون الأسباب بمباشرة منه سبحانه وتعالى لكن حكمته هي التي اقتضت ذلك فحينما نخاطبه وحينما نتوجه إليه وحينما نعبده إنما يكون ذلك بالأسباب السبب الأول عقولنا وقلوبنا والسبب الثاني معرفتنا التي تحققت عبر الأسباب التي وصلت إلينا عبر الأنبياء والرسل والملائكة والأوصياء والأئمة والكتب وعبر التعليم والتعلم منهم وبعد ذلك يأتي السبب الأكبر أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هو وجه الله فنتوجه إلى وجه الله فوجوهنا التي هي عقولنا وقلوبنا هي سبب هي آلة للتوجه إلى الله وهي تحتاج إلى العقيدة السليمة وإلى المعرفة الصحيحة وإلى النية بحسب فقه العترة حيث تقدم الحديث عنها ونحتاج إلى الأسباب التي أوصلت إلينا هذه المعرفة وعلمتنا هذه النية وفي الحقيقة فإن السبب الأعظم هو وجه الله الذي وصل إلينا منه كل خير ونتوجه إليه بكل خير أيضا فعبادتنا لا تتحقق إلا بالتوجه إلى وجه الله فإن الله يريد ذلك منا وتلاحظون أن الحقائق واضحة وجلية في كل تلك البيانات التي تقدمت وحتى في البيانات التي ستأتينا سيتضح الأمر أكثر واضحة